هنتكلم عن السلة والطائرة واليد رجال وسيدات وتنسطولة رجال وسيدات يعني في موسم 20-22-2023 استطاع النادي الاهلي هقول على البطولات في 23 فقط النادي الاهلي انه يحصد 22 بطولة في رقم هو الأكبر الحقيقة على مدار سنوات كتير 22 بطولة يعني جمعهم النادي الاهلي في 20-23 واحتفلنا بيهم هنا في برنامج الأبطال فلازم نذكرهم لحضراتكم بطولة بطولة لأن كل بطولة من دول يعني فزنا بيها بجهد وعرق وتعب مش بس وتخطيط ومسندة من مجلس الإدارة والنشاط الرياضي ومجهود من جهاز الأجهزة الفنية واللاعبين أو اللاعبات هنبتدي بكرة اليد أو بفرقة كرة اليد رجال الحقيقة كان عندنا سبع بطولات خمسة رجال واثنين سيدات خلينا أذكرهم لحضراتكم وتواريخ التتويج أيضا هنبتدي بأول بطولة في كرة اليد كان دوري المحترفين 8 إبريل 20-23 كأس مصر 15 إبريل بعده بأسبوع 20-23 انا بكلم على الرجال كرة اليد الآن السوبر الأفريقي 7 مايو وتابعنا هنا على شاشة قناة النادي الأهلي لو حضراتكم تفتكروا دوري أبطال أفريقيا 7 أكتوبر وكأس السوبر المصري في الإمارات الشقيقة بتاريخ 9 ديسمبر دول الخمس بطولات اللي كانوا في 20-23 بالنسبة لكرة اليد رجال في النادي الأهلي هنروح لكرة اليد سيدات كان بطولتين في 20-23 ألا وهم كأس مصر 21 إبريل ودوري العمومي 29 إبريل بعده ب8 أيام دول كان البطولتين اللي حصل عليهم كرة اليد سيدات بمجموع سبع بطولات من أصل 22 بطولة حصل عليهم فرع اليد هنا بتكلم عن الفريق الكبير لو تكلمت عن قطاع الناشئين والناشئات زي ما قلت لحضراتكم احنا محتاجين 3-4 حلقات عشان نجمع لحضراتكم قد إيه جهد المبزول جوى النادي الأهلي النادي الأهلي النهاردة يعني لما بيكون بيحتضن هذا الكم الهائل من اللعيبة والأنشطة الرياضية يبقى بنتكلم عن مؤسسة كبيرة طبعا دي لحظات من لحظات التتويج ولحظات عشناها وفلحنا بيها في 20-23 لو حضراتكم تفتكروا ده كان السوبر الأفريقي اللي كان في صالة الأمير عبدالله الفيصل لو تفتكروا حضراتكم والنادي الأهلي يحتل المركز الأول في صالة الأمير عبدالله الفيصل والنادي الأهلي استضاف هذه البطولة لكن بعدها ابطال الكووس الأفريقية طبعا لحظات كلها عشناها ومنصوره أريمو رئيس الاتحاد وكابتن غزاوي يعني كل اللحظات عشناها مع شاشة قناة النادي الأهلي ومع وأبطالنا في فرع كرة اليد رجال وسيدان الحقيقة كان الموسم اللي فات بالنسبة لفرع كرة اليد هو المميز منذ سنوات كنا الحقيقة بنكسب بس ما كناش بنكسب هذا القدر من البطولات ممكن فريق الرجال بطل الدوري والكأس والسيدات بطل الدوري والكأس جمعوا بين الأربع بطولات المحلية والسوبر المصري كمان بالنسبة للرجال جمعوا يعني لأصدق أقوله أنه كان موسم ناجح عن كرة اليد وجماهير النادي الأهلي هنا بالطالب بتكرار هذا الموسم التاريخي هذا الموسم التاريخي يكرر إن شاء الله السنة دي كمان عشرين أربعة وعشرين وإحنا قدها فرقتنا قدها وقدود وكان من أيام السوبر المصري وإن شاء الله يكملوا مسيرة الفوز والمكسب في فرع كرة اليد وما ننساش هنا أبدا دور المهندس خاد العوضي مدير النشاط الرياضي وطبعا فريق السيدات ده بطول الكأس مصري كمان اللي فوزنا بيها أنا عايز أقول لكم أن احنا كنا فقدنا اللقبين في الموسم اللي قبله ولكن الموسم اللي فات استطعنا سيدات النادي الأهلي بحصد البطولتين الكأس والدوري نصر عيد عبد الملك كابتن فريق وهي طبعا أنا ما قدرش يعني الحقيقة الصورة دي تعدي معالي الوزير العمري فاروق ربنا يا شفيك معالي الوزير كان موجود وموجود بقوة في كل البطولت اللي فات بنفتقدك يا معالي الوزير إن شاء الله تقوم بالسلامة كل دعوات الأهلوية معاك إن شاء الله تبقى أزمة وعدت وترجع تاني تنور مكانك في النادي الأهلي عمرنا ما هننسى اللحظات دي وعمرنا ما هننسى كمان اللحظة والأزمة اللي بيعد بيها معالي الوزير ونفضل دايما نتعيل وحتى يستجيب لنا الله سبحانه وتعالى بشفاء والتام وعودته مرة أخرى إلى النادي الأهلي دي نروح بقى على لعبة تانية يعني يمكن كرة اليد تذكرنا مع بعض البطولات واللحظات الجميلة اللي احنا عشناها نروح لكرة السلة كرة السلة في النادي الأهلي أو فرق كرة السلة في النادي الأهلي يعني كان نصيبه النصيب الأكبر بتسع بطولات النصيب الأكبر بتسع بطولات فيه عشرين تلاتة وعشرين من أصل 22 بطولة اتحصدوا فيه التلات ألعاب سلة وطيرة ويد بالإضافة إلى تينس الطول كرة السلة الحقيقة هذا الفرق اللي كان عندنا فيه مشكلة سنوات كتير وكان جمهور النادي الأهلي دايما بيشتكي ودايما بيقول ليه فرق كرة السلة مش على قدر المستوى الأفرع الأخرى سواء كرة القدم والطيرة واليد وخلافه ولكن مجلس الإدارة منذ قدومه يعني منذ قدومه الكابتر محمود الخطيب ومعالي الوزير وهذا المجلس وفي دورته الأولى اشتغل على هذا الملف واستطاع أنه يجمع مجموعة متنغمة مش هنقول بقى يعني أحسن لعيبة في مصر والكلام ده كله طبعا أحسن لعيبة في مصر ولكن مجموعة متنغمة مع مدير فني كوف استطاع هذا الفريق أنه على مدار سنتين ونصف ما هذا المدرب الأسطوري مستر أجوستي بوش أنه يحصد العديد والعديد من البطولات مع منافسين منهم الزمالك والجزيرة والاتحاد اسكندري عشرين عشرين تسع بطولات لفرع كرة السلة هنبتديها بكأس مصر رجال تسعتاشر إبريل واحتفلنا به هنا على شاشة قناة النادي الأهل دور السوبر خمستاشر مايو بعد الفوز على النادي الاتحاد عشرين ثلاثة وعشرين الدوري على أفريقيا البال بسكبول أفريقا ليج فيه نسخته الرابعة وكانت سبعة وعشرين مايو في رواندا العاصمة الرواندية بتاريخ سبعة وعشرين مايو كأس السوبر المصر عشرين أكتوبر في مدينة البحرين المنامة عمر زهران ربنا يشفي إن شاء الله ويقوم بالسلامة إن شاء الله ست شهر أو أقل عمر هتبقى في الملعب بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة منتخب مصر وإصابته وهو كان منفرد لوحده على كرة السلام حد تشترك معاه على البسكت ولكن كان بحطه دانك ونزع رجله في وضع غلط يصيب برباط الصليبي ونحاول نجيبه عشان نتطمن عليه على التليفون إن شاء الله كأس السوبر مصر عشرين أكتوبر دوري المرتبط تمانية ديسمبر دوري المرتبط كان في الموسم الجديد لواء 23-24 وفاس بنادي الأهلي بعد فوز في المباراة النهائية مع نادي سموحة وفوز على الاتحاد السكندري في قبل النهائي في مجمل ثلاثة أربعة من المباراة هنروح السيدات سيدات كرة السلة في النادي الأهلي كان من نصبهم أربعة بطولات في عشرين تلاتة وعشرين كأس مصر تسعتاشر إبريل دوري السوبر أربعتاشر مايو كأس السوبر المصري عشرين نوفمبر وده الموسم الجديد كان على حساب نادي الجزيرة هذا الفريق المحترم اللي أثبت وجوده بطولة منطقة القاهرة اللي احتفلنا بيها منذ أيام من أن الفاينال على شاشة قناة النادي الأهلي يوم 17 ديسمبر في المجمع أو في المركز الأومبي في المعادي ده تسعة بطولات هي نصيب فرع كرة السلة من أصل 22 بطولة حصل عليها الأفرع الأربعة سلة طائرة يد وتنس الطولة هنروح لفرع كرة طائرة يمكن ما كانش أحسن المواسم للكرة طائرة نعم نعترف بكده ولكن لم يكن أبدا موسم صفريا على النادي الأهلي كان من نصيب هذا الفرع أربع بطولات اتنين لفريق الرجال واثنين لفريق السيدات ودايما الكرة الطائرة لما الحقيقة بتقع بتقع وقفة عمرها ما بتطلع بموسم صفري دايما بتلاقي بطولات دايما بنشارك دايما بيبقى لنا تواجد السنة دي بإذنك يا رب أتصور أن الدنيا يكون أفضل بإذن الرحمن يتبقى فقط التوفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا الفريق بقيادة مدير الفني منذ المدير الفني الجديد وكابتن طبعا إبراهيم فخر الدين مدير فني السيدات هنروح للرجال كان من نصيبه بطولتين في عشرين تتا وعشرين كأس السوبر المصري 14 فبراير على حساب نادي الزمالك وكنا نقنا على شاشة قناة النادي الأهلي وكان ليه الشرف أننا أقود الاستوديو التحليلي والبطولة العربية 2 مارس وفاس بيها النادي الأهلي في بطولة كانت قوية الحقيقة كانت تصدفها مصر على صالة استاد القاهرة السيدات كانت من نصيبهم بطولتين أيضا كأس السوبر المصري 14 ناير عشرين تا وعشرين والدوري الممتاز واحد وعشرين إبريل والبطولتين نقناهم على شاشة قناة النادي الأهلي طبعا الفرعين حتى الآن أو يعني الرجال وسيدات فرع كرة الطائرة لم يختبر بعد في اختبار حقيقي وهو المنافس طبعا التقليدي نادي الزمالك لأن حضركم عارفين يمكن في الكرة الطائرة والكرة اليد وهم اتنين أكبر منافسين هما الأهلي والزمالك يمكن كرة اليد بيجي بعض الفرع اللي بتنافس بشكل كبير ولكن في الآخر الغلبة بيكون للناديين الكبار اللي بينفسوا على البطولات دائما الأهلي والزمالك إن شاء الله السنة دي تبقى سنة يعني مليئة بالبطولات لفرع كرة اليد هنروح لتينيس الطاولة رجال وسيدات وموسم أيضا متفوق لهذا الفرع هنبتدي بالرجال لأهلي بطل دوري تينيس الطاولة للرجال والسيدات لتنين بطلتين في نفس اليوم خمسة يونيو وكنا احتفلنا بالفريقين رجال وسيدات على شاشة قناة النادي هنروح سريعا كده يمكن ده تينيس الطاولة كابتن أحمد رضا اللي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري اللبس طبعا كحلي ومعتز عشور ورئيس الاتحاد يعني كان مجموعة يعني كبيرة من الاتحاد والكبار نجوم اللعبة كانوا بيسلموا النادي الأهلي طبعا نجمنا عصر البطل اللومبي كان موجود ضمن صفوف الفريق والنادي الأهلي استطاع زمالة الحضرات ويكون بطل دوري تينيس الطاولة للرجال وسيدات خمسة يوليو ودي طبعا توزيع الجوائز والكؤوس والحقيقة تينيس الطاولة دايما بيختلف المنافس من كل سنة للتانية مش دايما النادي الزمالة والمنافس بتاعنا يعني مساعد بيكون ام بي ساعد بيبقى جزيرة الورد اه زي ما بقول لكم كده مش دايما بتلاقي نفس المنافس ولكن الأهلي هو القاصم المشترك هو البطل هو دايما اللي بيحتفل بالبطول وده طبعا أكبر دليل على تميز هذا الفرع وانه سنوات طويلة استطاع انه يحافظ على لعبته وانه يطلع أجيال وأجيال طبعا ده فريق السيدات يعني اللي قد أداء كبير جدا ومجموعة كبيرة من اللعبات المتميزات اللي ليهم حتى رنك علامي كبير ونفس الكلام بالنسبة للرجال أيضا ليهم رنك علامي كبير نتمنى التوفيق أكيد لهذا الفرع واستكمال البطلات لو رحنا للعب التانية سريعا عشان حقهم علينا نذكرهم ونقول كمان تميزهم كان ازاي عشان حضراتكم يعني تبقوا معانا قد ايه الجهد المبزول جوه النادي نروح لتنس الأرضي سريعا تنس الأرضي الأهلي بطل دور التنس الأرضي للسيدات وده كان البطولة اللي حصل عليها في 20-23 تنس الأرضي واللي خرج التنس الأرضي نجمات والنجوم كبار جدا ويمكن أخيره ميار شريف نجمة النادي الأهلي والبطلة العالمية الكبيرة البطلة اللومبية والبطلة العالمية بنت النادي الأهلي تنس الأرضي الدوري السيدات كان من نصيب النادي الأهلي نروح للسباحة السباحة طبعا واحدة من اكبر الالعاب داخل جدران نادي الاهلي سواء داخل الجمالة الممية او اللاعبين المميزين من خارج الجمالة الممية خلينا استعرض سريعا ايه اللي قدموا قطاع السباحة خلال موسم 23 الدر العام لكل البطولات القاهرة الشتوية ودي كان اول بطولة فاس بيها هذا الفرع في 20-23 وبعد كأس مصر فاس بيه ايضا فرع السباحة بطولة الجمهورية للسباحة الطويلة بطولة القاهرة الصيفية للسباحة القصيرة والطويلة بطولة الجمهورية للسباحة الطويلة دي كانت البطولات اللي حصل عليها فرع السباحة بالكامل انا بتكلم على السباحة لسه ما روحتش على علعاب الماء فالنهاردة بنتكلم على السباحة بنتكلم على خمس بطولات يا جماعة حصل عليها بألاف من السباحين بيشارك بيهم النادي انا بقول ألاف وعارف انا بقول ايه احنا عندنا أربع فروع كل الفروع بتضار فيها او بتواجد فيها السباحة فعندنا قاعدة من ألاف السباحين قاعدة كبيرة جدا جدا محتاجة حلقات نفرد ونتكلم عنها بقيادة المحترم الكابتن والعزة الحقيقة يعني قبل كل دول ومركز مع كل ما رئيس جهاز السباحة والعاب الماء مركز كويس جدا مع كل أربع فروع وخرج من أبطال كبار روح لكرة الماء هذا الفرع اللي شهد يعني دعم كبير آخر تاعة أربع سنوات وكان طبعا كابتن محمود الخطيب كرة الماء والبطولات والسماعة والأغاني الشهيرة في التتويج كرة الماء اللي بعدنا فترات كبيرة عن البطولات ولكن هذا الفريق وهذا الجيل استطاع بعد دعم مجلس الإدارة والمجهود أنه يرجع تاني لمنصات التتويج علم النصر ونصر النادي الأهلي اللي بيتوج في حمامات السباحة على مستوى مصر كرة الماء بطولة الدوري بعد غياب سنين طويل والحقيقة حصل النادي الأهلي على بطولة الدوري العام في كرة الماء كمان بطولة كأس مصر حصد على البطولتين الدوري والكأس في كرة الماء والدرع العام في الغطس بعد غياب سنوات طويلة كان فيه تميز كبير جدا من علعاب الماء سواء كرة الماء أو الغطس النهاردة أنت بتتكلم عن أبطال أولمبيين أبطال كبار جدا ومازال هذا الفرع يقدم الكثير والمجهود عشان يحفظ على المستوى ده دايما بيتلافس كان مع نادي هليوبلس والمنافسة كان مع نادي الجزيرة فطبعا كان الاندية دي اندية كبيرة جدا في كرة الماء ولكن استطاع الحمد لله النادي الأهلي أنه يعود تاني لمنصات التتويج كأول مش تاني أو تالت لا كأول مصر وطبعا كان إنجاز كبير في 20-20 لكرة الماء هنروح للقراطية هالقراطية مدرسة النادي الأهلي أو يعني فرع كراطية في النادي الأهلي هو الأكبر مش بس في مصر ولكن في أفريقيا والمنطقة وشاف طبعا الفتر اللي فاتت زيارات من أكبر المنظمات العالمية للعبة الكراطية وخرجت يعني أبطال كبيرة طبعا على رأسهم من بطلتنا الأولمبية دكتورة جيانا فاروق الكراطية ستة دوري الكاتر للناشئين والناشئات والشبات دوري الكوميتي للشبات طبعا تعرفين طبعا أن في فرق بين الكاتر والكوميتي لعبة استعراضية ولعبة نزالية واستطاع النادي الأهلي أن يحصد البطولات مجتمعة في الكراطية هنروح لألعاب القوة ألعاب القوة برئاسة ياسر داود يعني رئيس الجهاز بتستمر يعني عطائهم الكبير وبطولاتهم التي لا تحصى وزمل وضع في الكراطية ووضع في ألعاب القوة النادي الأهلي يمتلك أكبر قعدة عريضة لألعاب القوة وبيقدم كل العناصر لمنتخب مصر وزملت حضركم هذا الدعم بدون أي مسندة سواء من الوزارة هي من ميزانية النادي الأهلي ودي حاجة تحسب لمجلس الإدارة ونشاط الرياضي هذا الدعم الكبير لهذه الألعاب ونستقول في الكراطية شهدة السنة دي كمان التعاقد بعقود بعقود محترفين مع الكراطية مع المتميزين تسع أو عشر لعبين واللعبات تم التعاقد معهم بعقود ويمكن نحن سابقين خطوة واثنين وثلاثة في هذا هنروح لألعاب القوة الدرع العام لجميع البطولات الجمهورية بداية من مرحلة 16 سنة ناشئين وناشئات حتى الدرجة الأولى رجال وسيدات كله الحقيقة فوز 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 في الدرع العام لجميع البطولات بطولة كأس مصر لبطولات الجمهورية في جميع المراحل السنية بطولة الجمهورية للدرجة الأولى جميع المراحل السنية من 7 سنين حتى 13 سنة بطول الكأس مصر والجمهورية أنتم تخيلين هذه الامتصارات في ألعاب القوة يعني لك أن تتخيل أنت بتتكلم النهاردة عن حوالي 300 أو 400 بطل من ألعاب القوة وكلهم حقيقين أرقام رقم كبير ده بيدل قد ينادي ألي بيحتضن ألعاب كبيرة طبعا نادي ألي يتمنى يكون عنده ألعاب أكتر من كده ويتمنى يحتضن أكتر من كده وشفنا لعيبة كتير تتمنى يعني البدل من الألعاب اللي احنا استطفناها اللي ما عندناش فريق ولكن بيتمنوا كل اللعيبة اللي احنا عادنا معهم والأجهزة الفنية أن النادي ألي يكون عنده فريق البدل وحد الشعر البكرة مكتوب إيه ولكن كل يتمنى النادي الأهلي يحتضن وكل يتمنى أن يتواجد ليه يكون تواجد وقميص النادي الأهلي ده كان حصاد عشرين تتا وعشرين لكل الألعاب سريعا نتمنى التوفيق وتبقى سنة سعيدة عن نادي الأهلي وجماهيره والمزيد من الفرحة والانتصارات عندنا بطولات أفريقيا هستطفى النادي الأهلي في كرة طائرة نتمنى إن شاء الله تبقى إنجاز جديد عشان هنروح بعديها لبطولة العالم يا رب رجال وسيدات كمشاركة أولى بعد غياب للفرق الأفريقية عمتا ما كانش بتشارك في بطولة العالم عشان فرق المستوى ولكن التحدي الدولي قرر بطل أفريقيا هذه السنة رجال وسيدات للكرة طائرة وكان هنا النادي الأهلي في المعاد وطلب استضافة البطولتين على صالة الأمير عبدالله الفصل إن شاء الله غالبا نتبقى في شهر مايو القادم كل التوفيق سنة سعيدة على النادي الأهلي في الألعاب الأخرى نتمنىها سنة سعيدة أيضا في عشرين أربعة وعشرين